بسم الله الرحمن الرحيم في البداية رحبكم في اجتماع مجلس الوزراء لهذا اليوم وحبهني قواتنا الأمنية والعسكرية البطلة بالجهد اليومي اللي قاعد تقوم به منذ فتاة طويلة العمليات مستمر يومياً في متابعة الجماعات الرهابية العصابات الرهابية ويومياً هناك عملية لقواتنا لقتل الدواعش وآخر كان عندنا صباح هذا اليوم عملية يوم أمس كانت عملية يومياً ومن ضمن القتل المجرمين كان والي لنبار فحبيت أهني أجهزتنا الأمنية القوات العسكرية جاز بكافرهاب الحج الشعبي وكل من قام بهذا الجهد بالتعاون بين مؤسساتنا في نفس وقت نسمع أصوات الشكك بأجهزتنا الأمنية معلسة الشديد وتتهمها باتهامات ما نزلها بها من السلطان المؤسف أن هناك من يقدم الدماء من أجل العراق وهناك من يشكك بهذه الدماء أتمنى علينا كعراقيين أن نتوحد في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل عملية أصلاح حقيقية في نظامنا السياسي في نظامنا اقتصادي حتى تنعكس العكاسات إيجابية على المجتمع والمواطنين أرجع أقول لسه السؤال ما هو الهدف من هذه اتهامات والتخوين خلال سنتين اتهمت هذه حكومة اتهامات وحملناها خاطر الناس خاطر العراقيين وتحملنا مسؤولية كلية كريس وزراء ووزراء حقيقة تحملت مسؤوليات كبيرة تشكرون عليها والحمد لله وشكر بنت نتائجها في قضية التنمية في قضية الوضع الاقتصادي سرعة النمو ومن ضمن الاتهامات هي الاتفاقية الصينية تم اتهامنا أن الحكومة هذه تحاول تعرقل الاتفاقية الصينية وشفت الأسبوع الماضي مشروع الألف مدرسة في عموم محافظات عراق وهي المرحلة الأولى وضمن الاتفاقية الصينية فشل حكومة تعرقل الاتفاقية الصينية ومن جهة أخرى تقوم بتنفيذها وفي أهم مشروع هو مشروع التربية مستمرين به بهذا المشروع المرحلة الألف مدرسة والمرحلة الثانية إن شاء الله ألف مدرسة في كل محافظاتنا التعليم مهم ورقي المجتمعات يحتمد على التعليم الاتفاقية الصينية الحمد لله وشكو نفذنا مع تجزؤ الخاص ببناء المدارس وإن شاء الله في المراحل القادمة أن نستمر في تنفيذ بعض منوت هذه الاتفاقية فالادعاء أن الحكومة عاقة الاتفاقية الصينية ومرادتها ومنعتها وضغوط خاجلة الواقع ثبت كذب هذه الاتهامات الموضوع الآخر العراق سعى خلال هذه الفترة بسياسة الخارجية نحو التهدية في المنطقة منطقة تعيش طرابات وتعيش تحديات خطيرة جدا وانعكاسات الحرب في روسيا وإكرانيا أصبحت مؤثرة على العالم كلها على الأمن الغذائي كان سياسة من اللحظة الأولى هي ستة وزنات في المنطقة والعمل على العلاقات جيدة مع جنان العراق ومع أصدقاء العراق كي تكون في خدمة المواطن العراقي والمجيب باستثمارات ونجحنا بهذه العملية العراق يمتلك مقومات نجاح يمتلك موقع استراتيجي مهم ويمتلك شعب مبدع يستطيع أن يقوم بدوره في التكامل الاقتصادي التنمية ويقدم خبراته ويستفاد من خبرات الآخرين نجحنا خلال هذه الفترة مع الدول الجوار وأصدقاء أن نأتي باستثمارات كثيرة العراق سوف نستمر بهذه السياسة من أجل العراق ومن أجل مصطحة العراقية هذه النقاط حبيت أثيرها وياكم أخوان وأقول نحن مقبلين على وضع السياسي إن شاء الله يتم تشكيل حكومة جديدة وفي كل اجتماع أطلب معكم الاستمرار في العمل للحظة الأخيرة في خدمة المواطن وخدمة العراق هذه العلاقة مع المواطن مهمة جدا نستمع على شكاوي الناس تنفيذ مطالبهم اللي حقه واللي تحتاج للشيئات لازم القدم أفكار لحل هذه المشاكل مع زملائنا وأخوانا في البنمان العراقي أتمنى لكم كل توفيق وإن شاء الله نستمر في العمل للحظة الأخيرة من أجل خدمة عراقنا وهنا شكرا لكم اشتركوا في القناة